عاد الوفدان إلى الكويت وبدأت الجولة المؤجلة من مشاورات السلام اليمنية بعد حصول الحكومة على الضمانات التي كانت تطالب بها وفي كلمته في افتتاح الجلسة العامة الأولى قاد المبعوث الأممي لليمن إسماعيل للشيخ أحمد إن القرارات المنتظرة من هذه الجولة سترتكز بشكل رئيسي على القرار الأممي 22-16 والمبادرة الخليجية وألية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وهو تأكيد من جانب المبعوث الأممي على المرجعيات التي تطالب الحكومة بعدم تجاوزها الجولة التي وصفها ولد الشيخ بالحاسمة ستركز خلال أسبوعين على تثبيت وقف الأعمال القتالية بشكل كامل وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية وتشكيل لجان لتسليم السلاح وفتح الممرات وإصال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين بحسب بيان للوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وهي ذاتها النقاط التي لم تخرج الجولة السابقة من مشاورات الكويت بأي نتيجة حاسمة فيها طوال أكثر من شهرين وفي حين كان رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي يؤكد على أنه يجب أن لا تضيع الجهود في نقاشات خارج إطار جدول الأعمال خلال السقف الزمني المحدد لهذه الجولة من المشاورات كان رئيس وفد الميليشيا يشير لما أسماه الحل الشامل والمتمثل بتشكيل مجلس رئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية والسئنة في الحوار السياسي من النقطة التي توقف عندها وإجراء ترتيبات أمنية وعسكرية في ظل السلطة التنفيذية التوافقية الجديدة وهو ما يعني تمسك الميليشيا برؤيتها التي بقيت تعرقل التوصل إلى حل طوال الفترة الماضية الانطلاق المتعثر لهذه الجولة من المشاورات والأجواء المرافقة لها لا تبدو مساعدة على التوصل إلى حل إذ لا تزاد الهوة الفاصلة بين رؤيتين الوفدين كما هي ولا يبدو أن جهود ولد الشيخ المرتبكة ورؤاها الضبابية ستكون قادرة على فعل شيء لجسر تلك الهوة في زمن قياسي يقدر بأسبوعين